موسيقى 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 في حفاوة كبيرة واهتمام كبير جدا سواء من سيد سفير المصري والجاد أو كان من الاعلاميين والاماراتين وعلى رأسهم طبعا الأستاذ يعقوب السعدي وزمننا الاعلامي المميز الدكتور عماد يوسف وكل الناس المهتمية بالكابتن محمود الخطيب والقيادات السياسية في دولة الامارات والاهتمام الشعب الكبير بالكابتن محمود الخطيب اللي بعد ما ابتدى يعمل بعض العلاج الطبيعي الفحوصات والكشف اكد ان الكابتن بحاجة لاجراء جراحة في العمود الفقري وفقا لرؤية الخبير الكوري الموجود في المستشفى الالماني في الامارات كابتن محمود الخطيب اللي بيراجع الطبيب بتاعه الالماني وان فيه الساعات المقبلة يمكن بكرة يعني ان شاء الله يتحسم الامر اذا كان هيتم اجراء الجراحة في المانيا او في الامارات وبالتالي ان شاء الله احنا يعني بندعو للكابتن محمود الخطيب بشفاء وطبعا كل دعواتكم للكابتن محمود الخطيب اللي في وسط كل الكلام ده والضغوط متابعته المستمرة يوميا ومتابعته المستمرة كل ساعة وساعة بإدارة النادي بأعضاء مجلس الإدارة بلجنة الكورة كان الكابتن حسام البدري كنت بتكلم معاه وكان قال احنا بعد مباراة سموحة انا وكابتن ساعة عبدالحفيز نطلع معه نسافر للكابتن محمود الخطيب علشان نحط بعض النقاط فوق الحروف لبعض الامور الموجودة في فريق الكورة وان الكابتن الخطيب رغم حالته الصحية مصمم جدا على الاجتماع والتوصل للنقطة المهمة اللي عايزها الجهاز الفني ولجنة الكورة وانه هو مصر تماما على هذا الاجتماع فطبعا كل التوفيق للكابتن محمود الخطيب بالشفاء وكل دعواتنا للكابتن محمود الخطيب بالشفاء وبنشكر كل اللي طبعا بيدعمه وبيستنده كابتن محمود الخطيب في رحلة التلاج وان شاء الله يرجع علينا بأسرع وقت ان شاء الله يعمل عملية جراحية لان الاطباء بيشددوا على سرعة اجراء العملية الجراحية في العمود الفقر وده اللي مؤثر على حرقة الماشي عند الكابتن وعمل له ألام كبيرة جدا ان شاء الله يقوم بالسلامة وان شاء الله يجري العملية بالسلامة وفقا للأطباء اذا كانت هتتعمل في ألمانيا او اذا كانت هتتعمل في الإمارات